حلقتنا اليوم هتكون أول شي شكر لكل حدا نشر الاتصال لأنه أنا أول مرة أقول هذا الاتصال بإمكان العالم كله ينشره مهد يعني أزلي الاتصال مع مع الإعلامي حفيز دراجي ما ضل حدا ما نشر عن الاتصال ما ضل حدا ما حكي عن الاتصال ما ضل حدا ما كتب تغريدات من كل يعني بقاع الآلم بس اللي استغربته أنه أنا كمية التغريدات اللي وصلتني مثلا من المغرب وكل تحياتي القلبية وهيك يعني عن جد وهيك بيعملوه تحياتي القلبية لأهلنا في المغرب الأحرار اللي يعزيزين على قلبي كتير 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 جاني كتير تغريدات من أحرار المغرب اللي أنا أكن لهم كل احترام وكانوا سعيدين في هذا في كشف حفيز دراجي وكيف كاد يخدع الناس بأنه لم يقصد ما كتب وحول الموضوع من كذا وكذا مهم خليني أنا أقرأ لكم بعض من الناس يلي وصلني من الصحفي الرائع وجه له تحية جواد الأطلس المغربي بعد لي الصحفيين والمدونين المتفاعلين مع مكالمة الأستاذة ميسون برادار مع المؤيد لنظام الأسد حفيز دراجي هم الصحفي نوفا العواملة الصحفي يوسف بلهيسي المؤثر والكاتب المسرحي سعيد أبرانوس أنا سامحوني إذا اللي عم أقول الكلام أو الكيميات خطأ الصحفي جواد الأطلس اللي بعث لي طبعا الأسماء الصحفي محمود واموسي الصحفي ردوان فروحي هدول اللي كتبوا فيه طبعا كتير ناس كتير مو شوي يعني كتبوا عن فيه كمان سياسي جزائري معارض لنظام الجزائري مقيم في المغرب اسمه ولد كبير كمان كتب عن موضوع ونشر ويعني عنده طبعا كتير متابعين فيه ناس عنده ملايين متابعين نشر طبعا الاتصال طبعا آآ فيه كمان آآ فيه الأخ نوفا اللي عم